اعلن وزير العدل الامريكي ميريكا جارلاند ان الولايات المتحدة الامريكية احبطت عملية كبيرة كان يقف وراءها الحرس الثوري الايراني بهدف تهريب كميات من الاسلحة الى اليمن وقال وزير العدل الامريكي ان بلادات تسعى للاحتفاظ باكثر من مليون قطعة من الذخائر والالاف من اجهزة التفجير للقذائف صاروخية الدفع التي صادرتها البحرية الامريكية في ديسمبر الماضي في طريقها من ايران الى اليمن